صلاح مواطن أمريكي من أصل فلسطيني كان يعاني من تعقيدات في الدخول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية كونه فلسطينيا والآن يعول على اتفاق إسرائيلي أمريكي والذي يسمح بدخول كافة الأمريكيين إلى البلد دون الحاجة لاستصدار تأشيرة دخول أنا أتأمل أن هذا القرار الذي بدأ تطبيقه أنه يثبت على طول لأنه حسب ما سمعنا المغتربين في أمريكا أنه هذا تجريبي حاليا لحتى أكتوبر فأنا أتأمل من الحكومة الأمريكية أنه يثبت هذا القرار لأنه سيسهل علينا الحياة بالتنقل والصفر وبالامتيازات الجواز الأمريكي وكان السفيران الأمريكي والإسرائيلي توم نايتس وميخايل هرتسوغ قد وقعا اتفاقية تجريبية للمعاملة بالمثل والتي قد يتم بموجبها قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة برنامج كانت عليه تحفظات من قبل الدوائر الأمنية الإسرائيلية هناك قلق لدى أوصات الأمنية في إسرائيل ولكن هناك إمكانية بأن الرقابة ستكون أشد من ما كانت في الماضي ولكن أقول أن المواطني إسرائيل كانوا في حالة انتظار لإمكانية عدم الحاجة لتأشير الدخول إلى أمريكا وبعد قبول إسرائيل كعضو في البرنامج سيسمح لأي إسرائيلي أيضا بدخول الولايات المتحدة الأمريكية دون الحاجة إلى تأشيرة دخول وقالت صحيفتها آرتس إن وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين عممتا مؤخرا أنظمة جديدة لدخول أمريكيين يحملون جنسية دولة تصنف إسرائيليا على أنها دولة معادية ومن بينها سوريا وإيران أيضا برنامج الإعفاء من التأشير يضمن لكافة الأمريكيين معاملة متساوية بغض النظر عن أصولهم الوطنية أو ديانتهم أو إثنيتهم في المقابل يسمح للإسرائيليين بالدخول إلى الولايات المتحدة دون تأشيرة دخول وهو أمر انتظره طويلا من القدس حيا قاسم الحرة